بعث رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي برقية تهنئة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود بمناسبة الذكرى السادسة والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية وأشادت البرقية بالدور المحوري الذي تقوم به المملكة على المستويين العربي والدولي والمسيرة السعودية الحافلة بالنجاحات والعطاء والخير وما حققته من إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين وأشار رئيس الجمهورية إلى عمق العلاقات اليمنية السعودية الضاربة في جذور التاريخ وأعرب عن شكره لوقوف المملكة إلى جانب الشعب اليمني في محنته والانتصار لقضاياه الحق والتي تعكس حجم ومكانة اليمن لدى المملكة العربية السعودية كعمق جغرافي وإنساني معكدا أن الشعب اليمني بأجياله المتعاقبة لن ينسى هذه المواقف الصادقة والحزمة أيضا في أحلك الظروف وأصعبها من خلال عاصفة الحزم وإعادة الأمل وتلبية ندائه لمساعدته على مواجهة المد الفارسي وأجندته الطائفية والتخريبية عبر ميليشيا الحوثي صالح الانقلابية اشتركوا في القناة